ورولا انفجار الأوضاع بين قطاع غزة وإسرائيل بعد فشل عملية توغل للاحتلال أمس نسأل عن طبيعة تلك العملية وحدود التصعيد بين الجانبين ومصير جهود التهدئة أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج الخبر بقية تهدد المواجهات التي اندلعت ليلة الماضية في قطاع غزة بعد عملية لقوات الخاصة لجيش الاحتلال بتقويض الجهود التي تبذل لإرساء هدنة بين الاحتلال والقطاع ذلك بعد أشهر من التصعيد المواجهات أسفرت عن استشاد سبعة فلسطينيين ومصرع ضابط في القوات الخاصة الإسرائيلية وعقبها قبل قليل إطلاقوا حركة حماس عشرات الصواريخ ثم قصف إسرائيلي أدى إلى سقوط عدده من الفلسطينيين هذه الأوضاع تهدد بتأجيج التوتر بعد تفاهم كان يفترض أن يعيد الهدوء إلى القطاع المحاصر الغرفة المشاركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أكدت أن العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عما وصفته بالعدوان الغادر وما يترتب عليه هنا مصرح العملية الأمنية بعد انقشاع الظلام آثار القصف الإسرائيلي وبقايا مركبة يعتقد أنها تلك التي تسللت بها قوة إسرائيلية في جنح الظلام بعمق ثلاثة كيلومترات في قطاع غزة والتصدى لها عناصر كتائب القسام الكتائب وفادت أن عناصرها أفشلت عملية كبيرة كانت تهدف لخلط الأوراق وأن سبعة مقاومين من بينهم قائد ميداني استشهدوا على إثر الاشتباك مع القوة الإسرائيلية وما تبعه من قسف من طائرات الاحتلال لا شك أن يقضت المقاومة هذه الليلة قد أحبطت أجزاء كبيرة من المخطط الصهيوني لكن على الاحتلال أن يكون واعي تماما أن المقاومة لن تفرط لا في دماء شبابها ولا في رجالها وأن المساس بأمن الشعب الفلسطيني سيكون ثمن قاسي فصيل المقاومة حملت الاحتلال المسئولية عن الحادثة وخرق الهدوء وعلنت أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا ما حدث الليلة الماضية يؤكد أن المقاومة حاضرة وعلى تم جهوزية للرد على أي عدوان السهوني ضد أبناء شعبنا لذا نحن نؤكد بأن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب هدرا وأن رد المقاومة قادم هذه المقاومة التي استطعت أن تفرض مقاومة معادلة على الأرض معادلة التوازن الرعب والردع مع العدو الصهيوني العدو الصهيوني يعلم تماما أن رد المقاومة سيكون في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب ومع اعتراف جيش الاحتلال بالقيام بعملية وصفها بالمهمة والكبيرة لأمن إسرائيل فإن ذلك قد يرجح كفة إعادة الأوضاع إلى مربع التصعيد رغم إعلان الجانبين عدم الرغبة في مواجهة واسعة تتوعد الفصائل الفلسطينية بالرد على هذا الحدث الأمني غير المسبوق لكن السؤال الأهم بشأن مستقبل مباحثات التهديئة الجارية وضمنة نجاحها بس الخلف التلفزيون العربي قطعه الزهد ننضم إلينا من غزة حمزة أبو شنب الكاتب والباحث السياسي ومعنا من أم الفحم داخل الخط الأخضر الدكتور مهند مصطفى مدير عام مركز مدى الكرمل في حيفا ومعنا هاتفية من القاهرة الدكتور عاطف سعداوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية دكتور مهند مصطفى لو بدأت معك إسرائيل تقول إن الوحدة الخاصة نفذت أمس عملية ذات أهمية كبيرة لأمن إسرائيل ما طبيعة هذه العملية؟ حتى هذه اللحظة هناك تعتيم إسرائيلي على هذه العملية الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي لم يعلن ما هي هذه العملية ما هي هدفها ما هو الدافع للتوغل في قطاع غزة وحتى هذه اللحظة إسرائيل حتى نفت أن هدف العملية هو اغتيال قيادي في حركة حماس لذلك حتى هذه اللحظة إسرائيل تعتم على هذه العملية وأنا أعتقد أنه ممكن في الأيام القادمة بسبب الضغط الجماهيري وبسبب أن هناك ضابط كبير في الوحدات الخاصة قتلها في هذه العملية قد يتم الكشف عن تفاصيلها وبسبب فشالها أيضا نعم وبسبب فشالها قد يتم الكشف عن تفاصيلها وحتى هذه اللحظة حتى إسرائيل لم تعرن عن اسم الضابط الذي تم قطله في قطاع غزة ولذلك هذه العملية ما زال يعني يغطيها التعتيم والصمت والسكوت من الجانب الإسرائيلي نعم سيد حمزة أبو شنب في المقابل أيضا حركة حماس قالت بيان للقسام إن العملية كانت مخطط عدواني كبير استهدف خلط الأوراق ما المقصود بهذا الكلام برأيك؟ ما جرى ليلة أمس في منطقة شرق خانيونس كنا أمام أحدى السيناريوهين السيناريو الأول مرتبط باختطاف شخصية قيادية كبيرة في المقاومة الفلسطينية وفي كتاب القسام بالذات أو أمام عملية استخباراتية إسرائيلية معقدة حسب التوصيف الإسرائيلي لذلك كانت تهدف إلى إرباك الجبهة الداخلية أي أن العملية تكون داخل قطاع غزة ربما سيكون هناك حالة نتيجة حالة الشد والجذب في المشهد السياسي الفلسطيني نرجع إلى تصعيد فلسطيني داخلي وليس إلى جعل إسرائيل إسرائيل كانت تريد تنفيذ عملية صامتة كما جرت بعض العمليات إلا أن يقذت المقاومة أفشلت هذه العملية الأمر الثاني ما استطاعت المقاومة وحسب ما لديه من معطيات ومعلومات من مصادر مقربة من المقاومة ما استطاعت المقاومة الحصول عليه نتيجة فشل العدو الإسرائيلي في العملية من مستمسكات ميدانية وأدلة وأجهزة بناءًا عنه كانت حديث المقاومة أن العملية كبيرة وكبيرة جداً لأنه أصبح لديه أدلة ملموسة ولكن إسرائيل أبوشناك ألا يفترض أن تعلن عن الهدف الإسرائيلي لأن إسرائيل إذا فشلت هذه المرة قد تكرر المحاولة عملية الفشل كانت مرتبطة باليقظة الميدانية وكادت قوى المقاومة أن تجلب القوى المتواغلة داخل أراضي داخل قطاع غزة كاملة معتقلة ومكبلة إلا أن التدخل الطيران الإسرائيلي وهذا الذي أجبر العدو لأن يتدخل الطيران الإسرائيلي بأكثر من خمسين غارة ورغم ذلك حاولت المقاومة حتى آخر رمق والإصابات والقتلة في صفوف العدو كانت نتيجة ملاحقة المقاومة نحن نتحدث عن خمسين غارة في منطقة لا تتجاوز كيلو ونصف متر كيلو ونصف متر خمسين غارة من أكثر من طائرة من F-16 فالعملية ميدانية عملية معقدة ستكون خلال الأيام القادمة ستنكشف لكن ما زالت لا تكشف كافة التفاصيل في هذه المرحلة لأن المقاومة ما زالت تجمع مجموعة من المعلومات وتحلل ما لديها من أدلة وأيضا ربما هناك بعض الأمور مرتبطة بأن الملاحقة مستمرة حسب البيانة اليوم هناك إجراءات ميدانية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لأن تبعات الأمر ربما لم تنتهي لذلك لم تكشف كافة التفاصيل لحين الانتهاء من كافة مجرايات الحدث وتبعاته دكتور مهند مصطفى أن يقطع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو زيارة إلى باريس ويعود عاجلا هل هذا يكشف ما تدداوله بعض الأوساط الإسرائيلية عن خلاف بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل؟ طبعا هذا يتعلق كله في ملف قطاع غزة والنقاش الإسرائيلي حول سياسة إسرائيل في قطاع غزة هناك طبعا خلافات في داخل حكومة الإسرائيلية حول كيف يجب تتعامل إسرائيل مع هذا الملف هناك من يطرح أن كل فكرة التسوية قد فشلت وقد انهارت وهذه العملية ساهمت في انهيار كل مشروع التسوية مع قطاع غزة وهناك طيار حكومة الإسرائيلية يدفع نحو غزة ونحو عدوان على قطاع غزة عدوان كبير كما كان في عام 2015 والذي أعطى إسرائيل بنظر إسرائيل تهدئة لمدة ثلاث سنوات ونالك فيه دفع نحو هذه العملية أنا في اعتقاد أن إسرائيل متخبطة نوعا ما في كيفية التعامل مع هذا الملف المستوى العسكري في إسرائيل على ضوء كل التصريحات التي كانت للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية هي لا تريد عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة ولكنها تريد أن تكون بعمليات عينية مثل هدم أنفاق مثل العملية التي كانت بالأمس ولكن الجيش الإسرائيلي لا يدفع نحو عملية واسعة في قطاع غزة من يدفع في ذلك هو جزء من المستوى السياسي في إسرائيل الذي يرى أن إسرائيل يجب أن تحسب هذا الملف وأن لا تبكيه في حالة مده جزء مع المقاومة في قطاع غزة الآن نتنياهو قطع زيارته أن نتنياهو يريد أن يتابع موضوع هذا الملف عن قرب لأن هذا التصعيم قد يؤدي إلى عملية عسكرية واسعة إسرائيلية في قطاع غزة وهذا يتعلق برد المقاومة على هذا التوغل سأسألك بعد قليل دكتور مهند عن التقييم الإسرائيلي لرد فصائل المقاومة وطالما أنك ذكرت التهديئة تحول إلى القاهرة معنا دكتور عاطف سعداوي بالفعل هذا التوغل الإسرائيلي الفاشل أمس ألا يوجه صفعة كبيرة لجهود التهديئة وعلى رأسها الجهود المصرية بكل تأكيد هذا التصعيد الإسرائيلي أعتقد أنه من المفترض نظريا أنه يوجه صفعة كبيرة لكافة جهود الوساطة التي تقوم بها كافة الأطراف لأنه ليس فقط حتى الطرف المصري حتى لو تحدثنا عن أطراف أخرى لو تحدثنا عن الأمم المتحدة ما حدث هو ربما يوجه ضربة قوية لكافة جهود الوساطة لكن في تقديري الشخصي أنا أستبعز عن تنهار جهود المحادثات أعتقد أن لدى الطرفين رغبة في عدم تصعيد الأمور وفي عدم إفشال كافة جهود الوساطة أعتقد أن الطرف المصري الآن يقوم بيجري اتصالات مع كافة الأطراف لإعادة الهدوء على حدود القطاع وبالتالي أعتقد أن المفاوضات أو المحادثات سوف تستمر رقم الحادث أريد فقط أن أعلق على سؤالك لضيفك السابق لأن لدي وجهة نظر فيها عندما أسألتها عن حدوث هذه العملية وقطع نتنياهو لزيارته إلى فرنسا هل تعكس خلافاً أمنياً في إسرائيل في تقدير الشخصي؟ وربما هنا أختلف لا هي لا تعكس هذا الخلاف أعتقد أن عملية بمثل هذه الحساسية في قطاع غزة أعتقد أنها حظرت بموافقة أعلى المستويات في إسرائيل ليس فقط المشتوى الأمني المتمثل في رئيس الأركان ووزير الأمن لكن أيضاً أعتقد أنها حظرت بموافقة بن يمين نتنياهو شخصياً خاصة أنه كان موجود خارج البلاد وقتها وبالتالي أعتقد أن سبب قطع زيارته ربما يعكس أنه لم يكن هناك توقعاً لفشل هذه العملية يعني أعتقد أن ما قامت به حماس أعتقد هو الذي أفشل هذه العملية وهذا ربما لم يكن محسوباً حسابه وبالتالي أعتقد أن عودة بن يمين نتنياهو ربما كانت مرتبطة بهذا الفشل المهمة نعم دكتور عاطف مشاهدين فقط أنوى أن الصور التي كنا نشاهدها هي صور مباشرة لمدينة غزة التي تعرض القطاع فيها قبل قليل لسلسلة من القصف الإسرائيلي دكتور أو أستاذ حمزة أبو شنب بالنسبة لرد الفصائل بالفعل هل تعتقد أنه فاجأ الإسرائيليين هذه اليقظة التي أظهرتها فصائل المقاومة كتائب القسام وغيرها على التواغل الإسرائيلي ليس فقط فاجأ العدو الإسرائيلي ولكن أيضا أصاب حساباته بالظهول نحن نتحدث عن عملية أمنية معقدة نتحدث عن قائد كبير في جيش العدو الإسرائيلي معلوم ندى المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية تعرف من الذي قتل والمقاومة الفلسطينية تعرف ما أسند له من مهمات سابقة تتعلق بتدريب عملاء في قطاع غزة إذن الاحتلال في ذهول لنا وفشل في العملية الاحتلال بتقدير كان يتوقع أن التفاهمات التهدئة التي جرت خلال الأيام الماضية ستركن أيضا المقاومة إلى الهدوء ولكن يقظت المقاومة هي فاجأته أيضا الحسابات عملية الفشل هذه لها تبعات مستقبلية أيضا ليس فقط مرتبطة بالحدث الآن واكتشاف العملية أيضا لها تبعات مستقبلية على سلوك العدو في قطاع غزة ودعني هنا ننوه للشاهدين هذا ليس الفشل الاستخباري الأول للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ عام والعدو الإسرائيلي أو أكثر من عام يتعرض إلى ضربات أمنية متلاحقة في قطاع غزة قبل خمسة أشهر كان يسعى إلى زرع جهاز اتصالات على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة وهي شبكة سرية أيضا فشل وتم اكتشاف هذا الأمر هناك اعتقال عدد كبير عدد من العملاء المتعاونين مع العدو الإسرائيلي هناك أيضا بعض العمليات التي لم يتم الحديث عنها في الإعلام وفشلت ميدانيا منذ بدايتها تم إحباطها أي نحن نتحدث عن مجموعة من السيناريات ولكن العملية الأخيرة حجم التواغل نحن نتحدث عن عمق ثلاثة كيلو هذا العمق أن إسرائيل كانت ربما تشعر بأنها ستكون مرتاحة في تنفيذ هذا الأمر العملية التي ربما كانت ستستغرق أيام داخل قطاع غزة كان مفاجأ أن يتم اكتشافها وكادت كما قلت الأكثر ظهولا لدى العدو كادت أن تقع كامل القوة في قبضة المقاومة لو لا تدخل نحن نتحدث عن فشل استخباري نتحدث عن شخص معلوماتي نعم فشل في تنفيذ العملية وفشل في توقع رد فصائل المقاومة عليها سأعود إليك على كل الأحوال دكتور مهند مصطفى قبل قليل حذر الجيش الإسرائيلي حماس من أنها ستدفع ثمنا باهظا بسبب استمرارها في إطلاق القذائف والصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية ما حدود التصعيد الإسرائيلي برأيك إلى أي حد يمكن أن يصل نعم ولكن تنويه لما قلت قبل بالنسبة لملاحظة الضيط من مصر أنا لم أقصد أن هناك خلاف حول هذه العملية العينية هذه العملية العينية لا يمكن أن تتم بدون موافقة المستوى السياسي الخلاف في إسرائيل هو حول عملية شاملة في قطاع غزة هذا هو الخلاف في داخل إسرائيل ليس حول عمليات عينية هنا وهناك وهذا يعني يتصل مع سؤالك الحالي أنا أقول أن رد فعل إسرائيل سيكون بحجم رد فعل المقاومة بمعنى أن إسرائيل في الأشهر الأخيرة كان هناك في مد وجزر في العلاقة مع قطاع غزة وكان كل تصعيد يكون الجانب المصري بالتدخل والوصول إلى اتفاق تهدئة الآن هذا التصعيد له سيناريوهان اثنين إما أن تستمر الوساطة المصرية وتصل إلى تهدئة وقت حاليا لهذه الجولة ورجوع إلى كل منظمة التسوية والتهدئة الكبيرة أو أن إسرائيس تستمر في عدوانها وبالذات أن هناك ضغط كبير في الشارع الإسرائيلي في الأسبوع الأخيرة نحو تنفيذ عملية شاملة في قطاع غزة وهذا في اعتقادي السبب عودة نتنياهو إلى إسرائيل لكن هل يسمح الإقليم والعالم دكتور مهند مصطفى بتصعيد إسرائيلي بعملية كبرى على غرار ما شهدناه في السنوات الماضية أم لا هناك تصعيد موضعي برأيك في اعتقادي أن الواقع الإقليمي والواقع الدولي يسمح لإسرائيل بالقيام بعملية شاملة من يمنع إسرائيل بالقيام بعملية شاملة هي إسرائيل ذاتها إسرائيل غير معنية في هذه اللحظة أو تقييمها الحالي لهذا الفترة أنها لا تريد أن تصعيد في قطاع غزة وأنه أسهل لها أن تصل إلى تهديئات يضمن لها الهدوء لأنه الاستراتيجية الإسرائيلية الكاملة يعني يجب أن نضع كل ذلك ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الكبيرة الاستراتيجية الإسرائيلية الكبيرة هو تعزيز الانكسام الفلسطيني وإضعاف طرفي الانكسام إسرائيل لا تريد أن تحسن ملف قطاع غزة لصالح طرف إسرائيل تريد أن تبكي الوضع على ما هو عليه وهذه الاستراتيجية الكبيرة في تعامل إسرائيل مع قطاع غزة هو ما يحركها هو ما يحدد قراراتها وليس السياق الإقليمي والسياق الدولي السياق الإقليم والسياق الدولي لن يضغط على إسرائيل لمنع عملية شاملة الجانب المصري له مصالح معينة قد يكون الجانب المصري في هذه المرحلة تدخل لمنع التصعيد ووصول إلى تهدئة ولكن هذا أكثر متعلق بالمصلحة الإسرائيلية وبالتقييم الإسرائيلي لهذه المرحلة أنا أقول لك أن الأشهر الأخيرة شهدت الكثير من هذا التصعيد طبعا هذا التصعيد الآن ممكن هو الأكبر منذ عام 2015 ولذلك ناتنيا قطع زيارته لأنه هناك في طيارين مختلفين في داخل إسرائيل حول التعامل هناك من نريد عملية شاملة وهناك من نريد تصعيد عيني هناك أيضا انتخابات مقبلة تقترب دكتور مهندة مصطفى وهذا عامل مهم أيضا كما تعرف دكتور عاطف سعداوي في القاهرة هل ترى مصر برأيك خطرا من تصعيد إسرائيل الشامل مثلا أم لا في النهاية الحدود مضبوطة جدا والقاهرة ستتدخل في الوقت المناسب لوضع حدا لذلك بكل تأكيد هنا دعني أرد على ما قاله وضيفك الدكتور مهند من أن الجهود المصرية ربما مرتبطة بمصلحة إسرائيلية أنا أقول لك أن الجهود المصرية مرتبطة بمصلحة مصرية في المقام الأول هي مصلحة مصرية بالأساس يعني مصر تنظر إلى المسألة الفلسطينية لأنها مسألة أمن قومي مصري أمن وطني مصري وبالتالي هنا مصر تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على مصارحها إذا مصر لن تسمح بعملية كبرى مثلا؟ بكل تأكيد بكل تأكيد أعتقد أن هذا يعني من ضمن أولويات المسألة المصرية أو من أولويات الأمن القومي المصري ألا يحدث هناك تصعيد كبير في قطاع غزة لأنه أنت تعلم أن الجيش المصري يخوض معركة كبيرة في سيناء وعلى وشك إعلان سيناء منطقة خالية من الإرهاب وبالتالي أعتقد أن أي توتر أو أي تصعيد في قطاع غزة أعتقد أنه ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع في مصر وفي شبه جزيرة سيناء تحديدا وبالتالي هنا أنا نتحدث عن مصلحة مصرية بالأساس النقطة وما يدعم هذا الاتجاه أن مصر دائما هي التي تقود جهود التهديئة في قطاع غزة يعني أعتقد أن هناك كنا على وشك إعلان نجاح هذه الجهود لو للعملية الإسرائيلية الأخيرة أعتقد أنه كانت هناك زيارات كثيرة أعتقد أن هناك كانت جهود أيضا مصرية ليس فقط للتهديئة في قطاع غزة ولكن أيضا في إبرام مصالحة وطنية فلسطينية بين فتحة وحماس فأعتقد أن كل ذلك ينطلق من منطلقات قومية أو أمنية مصرية بالأساس وبالتالي هنا مصر تسعى إلى حماية حدودها تسعى إلى حماية أمنها القومي ولا تسعى فقط إلى خدمة إسرائيل كما قال ضيك نعم يعني هو لم يقل بالضبط تسعى إلى خدمة إسرائيل سيد حمزة أبو شنب في غزة هذه العملية تجري هذا القصف سقوط الشهداء يجري وسط وبعد تهديدات أيضا أطلقها الرئيس عباس باتخاذ إجراءات ضد غزة وحركة حماس أين تضع هذه العملية موضوع المصالحة الفلسطينية هذه جزء الواقع في قطاع غزة جزء من الإشكالية الحقيقية لأن الملف المصالحة الفلسطينية لا يرتبط بإجراءات إدارية إنما يرتبط بسلوك برنامج سياسي الرئيس محمود عباس لا يؤمن بالمقاومة بكافة أشكالها ولا يمارسها على العكس تماما قوى المقاومة في قطاع غزة وعلى رأسها حماس ولحظنا لو نظرنا إلى نموذج مسيرات العودة التي تشارك بكافة الفصائل وجدنا اليوم نتحدث عن استهداف للمقاومة لمواقع عسكرية للعدو ضمن غرفة عمليات مشتركة فإذن المشكلة الأساسية والمعضلة مرتبطة بالبرنامج السياسي فهذه مشكلة ملف المصالحة مرتبطة ببرنامج سياسي رئيس عباس يريد برنامج المفاوضات وهو فشل في تحقيق أي نتائج له في الضفة الغربية وأنا ألاحظ ما هو الواقع في الضفة الغربية مع برنامج سياسي يؤمن بالمقاومة بكافة أشكالها واستخدم المقاومة الشعبية واستخدم المقاومة السلمية واستخدم المقاومة المسلحة حسب الضرورة ولو لاحظنا نظرة على المجلس المركز التي عقد في رمالة قبل أيام قليلة لا شهدنا أن المجلس المركزي لا وجد به إلا حركة فتح وحين باقي فصائل المقاومة الفلسطينية الآن حماسة الجادة الإسلامية الجبهة الشعبية الديمقراطية وكوة المقاومة الأخرى المتواجدة في قطاع غزة تجلس الآن على غرفة عمليات مشتركة هي تؤمن بالمقاومة بكافة أشكالها ومن هنا ملف المصالحة الفلسطينية ما لم يتحرك نحو رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع العدو الإسرائيلي ستبقى العثرات متواصلة لأن المشكلة ليست كما قلت نرتبط بحكومة وملف إداري وسيطرة على الأرض ودمج وزارات بقدر ما هو مرتبط ببرنامج سياسي مرتبط بشرعية التمثيل الفلسطيني كمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي وأليات مواجهة العدو الإسرائيلي فمن هذا الإطار وفي هذه المهمة أعتقد سابقى ملف المصالحة متأخرا وستبقى قطاع غزة يخوض مواجهاته وأصبح نتيجة سلوك الرئيس بحمود عباس مصري قطري كل هذه الأطراف التي تأتي لزيارة قطاع غزة سويسريين ناروجيين أصبحوا الآن يتعاملوا مع كتلة المقاومة في قطاع غزة كقوة حاضرة والطر تتعامل معها لدرجة أنه أموال التي تلاحق للمقاومة الفلسطينية في كافت أصبحت تسبح لها بالدخول نتيجة أن المقاومة أصبحت الفكرة واضحة تماما سيد حمزة لدي وقت فقط لو سمحت لسؤال أخير دكتور مهند مصطفى باختصار لو سمحت هل في نظر العسكرية الإسرائيلية استطاعت فصائل المقاومة في غزة تحقيق نوع ما من معادلة الردع هناك أم لا هناك مبالغة في هذا الكلام بالطبع المقاومة الفلسطينية في غزة استطاعت أن تودع إسرائيل والدليل أن إسرائيل لا تقوم بأي عمليات توغل في داخل قطاع غزة بالعكس إسرائيل تحاول أن تنفصل عن قطاع غزة وهذه العملية على ما يبدو أنها كان مخطط لها أن تكون سرية أن تتم وتدخل إسرائيل وتخرج بسرية ما دون أن يعلم أحد وهي تم إفشال هذه العملية ولكن المقاومة منذ كل التصعيد في الأشهر الأخيرة وضعت معادلة أن كل عدوان إسرائيلي سوف يقابل بردنا المقاومة وافتقادي هذا أحد أسباب عدم مهاجمة إسرائيل لكطاع غزة وهذا فرض نوع من معادلة الردع التي فرضتها المقاومة على إسرائيل شكرا جزيلا دكتور مهند مدير عام مركز مدى الكرمل في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخطر كما أشكر من غزة الكاتب والبحث السياسي حمزة أبو شنب وأشكر ضيفنا هاتفيا من القهرة دكتور عاطف سعداوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وشكر دائم لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا كونيو بجيسو